السلام أخوتي الكثيري لبس أليكم بخير تكونوا شع الله كلكم بخير ولا خير كيف لا نعرف في السلسلة الفيديوية هذه دائما ان شاء الله كيف يرجع دفع القناة من سوناش لا يكدر لكم بارتاج ديالكم ولكن اليوم واحد الموضوع اللي جد مهم ما بغناش نطيحه في الإشكال اللي وقع الشهر اللي فات بالنسبة للناس اللي كانوا تقصو هالناس اللي ما غادش نشدوها الدعم ديال الدفعة الخامسة بالنسبة للدفعة الخامسة من الدعم الاشتماعي الموحد بالنسبة للناس اللي ما غادش انه ميتسلموا الدفعات بخاصة وخاصة الدفعة الخامسة هنا واحد الميساج انه توصل للناس حاليا واحد الميساج منتشر بأكترية كيوصل لبزاف ديالناس في الهاتف ديالهم انا بغيهم ضروري ياخذوا الحاضر من هذا الميساج هذا بالنسبة لهذا الميساج هذا كالتالي كيف ما غتشوفوه حاليا في الشاشة سوف يتم وقف استفادتكم من نظام امو تضامن لكون المؤشر الاقتصادي والاجتماعي حسرتكم اصبح يتجاوز العتبة يمكنكم الاستفادة من امو الشامل يعني خف كنا ضروري كيتفرض عليك انك تدوز عامو الشامل باش انك تخلف احد من دوك الفلوث ديال الخلوز ديالس مبتداء من 144 درم هنا كيفما تنقلكم في فيديوهات السابقة ويلا اتذكرتو ارجعو اتلقام في الاخر ديالفيديو هنا يا رأى اي شخص اي واحد كيف تافد حاليا وفابورمان امو تضامن امو تغطية الصحية من هنا مستقبالا سوف يخلص بواحد نسبة كبيرة بالرغم ذلك كريم الزاب تقولوا يلا شوف الشيء الزاب تتعليك غير ابونمو الزاب تتعليك حاجة بسيطة انك سوف تخلص لانه لماذا؟ لانك فيما يقولك اه متضامن يخصوا واحد يخلص على واحد اخر وبالنسبة الميساج اللي كنت نرى بحاليا فات الشهر انهم يوصلوا سوف يبقى يوصلوا كل شهر وكل مرة سوف يقصيوا واحد العائلة من هذه العائلة المستبدل حاليا فابور وهنا نكمل الرسالة المؤشر الاقتصادي والاجتماعي لأثرتكم اصباحي تجاوز لا تابع الاهلية يمكنكم الاستفادة من امو الشامل يعني هنا قدرتي شريتي شي حاجة بحال ما شنا شريتي دار كشي حاجة كتبتها بثميتك موتور طنوبيل اي حاجة من الاتشي كامل اللي ذكرنا سابقا من هات الشكل هذا غادي طلع عليك المؤشر وهنا خفك دار اردوز واحد الناحية اللي يانا خفك بشي تدير تحييل المعلومات ومن لها غادي تحييل المعلومات هنا هاتك التحييل يقدر يشد لك من 15 اليوم حتى 16 اليوم حتى العشرين يوم يعني غايتعطل واحد المودة كبيرة ومن هنا فهو التعطال دير 16 اليوم او 15 اليوم يقدر هذيك المنحة تدوث ولكن ما تستفتش منها غايتفتل الى اي لابطك المؤشر هنا غايتفتل من المنحة اللي قبل منا من هنا تنقل حاليا من اليوم من اليوم الناس اللي طلع من المؤشر انه مشو من اليوم انه مشو ديروا تحييل باش لربما من هنا الاخر دير الشهر يكون مثلا هاد التحييل هذا انه اوقع وتم نقف من المؤشر ديالك ويمكنك تستعمل من الدفعة القديمة وهنا احنا كيف ممكن عارفوه دائما ان الفلوس تبانوا في المنصة نهار 25 في الشهر من كل شهر تبانوا نهار 25 كبانوا عندك في المنصة ديالك ستشتري فون ادخول ويتلقى ان الفلوس انها كاينة عندك في المنصة ولكن وقتش انك تمشي تتسلمها حتى النار 26 27 28 29 و 30 30 تقريبا هو اخر اجل ديالها سيزور عندك الكون هنا اخسن عارفو واحد النقطة اللي هي مهمة اذا لم تشتي انك تقصيتي انك ما غا تستفدش من الدعم هذا الدعم اللي تشتتي شهر 12 واحد وجوج وهذا وثلاثة شهر 4 ما غاديش تشتوه علاش لان المؤشر ديالك تطلع وهنا خسروا الدوز طريقة ديالتحيين وهنا في التحيين يعني اذا بقيتك تنقص ما غيبقى لك ما تنقص سيبقى لك شرط واحد لكاين من غيره يكذب عليك الكتاب هو انك اخذتك تدخل معك شي واحد من العائلة ديالك او من غير العائلة ديالك انك تدخله معك وانا ما كان نصحكش انك تدخل شي واحد ما يكونش معك في العائلة باش تكون هذه في بالك علاش لانه اذا دخلت شي واحد من غير العائلة ديالك هاي قول لك ضرور وديك 500 درم لك هاتشدها هاتعطيني منها واحد النسبة حيث ما يبكر شوه يدخل معك ياكوه كيف تفضغير منها متضامن خصوه ضرورة او ياخد منها الفلوس وحنا اللي كان عارفه وديك 500 درم رأى مدير حتى شي حاجة مدير اولو 500 درم لك شباه غير المارشي وشري شباه في الزيت والطحين الفلوس مشات يعني خصوه ضرورة تدخل شي واحد من العائلة ديالك حاليا كيف ماشفنا في هاتشهرين اللي كانو داذو او شهر اللي فات ان الغربال بدأ بواحد شكل اللي هو كبير يعني من اللي كيف بدأوا يغير بلوغ ارى ما كيعقلوش على اي واحد تنزل ما كينش وخصوك عاد تدير التحيين وهنا بالرغم انك بكتدير التحيين ارى كتبقى واحد المدلة اللي هي طويلة لكن ما قلت لكم 15 اليوم او 16 اليوم غير ديال التحيين هنا يعني كتطروك انك كتبشي تخلص دوز متن ما كتدوز الامو الشامي وبالنسبة هنا الوحد الكومنتر انه كان عندي في القناة نجاوب عليه بالنسبة الناس اللي مازال عندهم حاليا الرميد وقرب يسالي لهم هادوك كيدوز اوتوماتيكيا كيدوزو الامو ديركش كيدوزو يعني يمكن لهم ديك الساعة يمشيو انهم يدوزو المقاطعة يديرو العينين ويدوز يمشيو السيبير او المكتابة ويعطوه المعلومات ديالهم وبشرط كنأكدو نعود نأكدو ان اي واحد غيد اللي بالمعلومات دياله عندك البوطة شنو عندك تليفون ما عندكش ثاكن كاري ضروري انك خاصك دير المعلومات ترحب واحد الشكل اللي كنت تكون صحيحة لان فيها عقوبات اللي قلتي المعلومات غالطين هنا بالنسبة الناس اللي على المؤشر واحد الغالاط ديرمون السيبير الشخص اللي قيدكو في مكتابة او سيبير دير واحد الغالاط اللي هو كبير كبير بزيف وهذا هو اللي يخلى ان ذاك المؤشر انه يطلع هو انه دير كل شي زيرو في الاول مثلا البوطة دير زيرو الضو دير زيرو الماء دير زيرو اي حاجة اي حاجة كتفتالكوها زيرو حيش رغا ما يمكنش انترك ثاكن يدرك كتفتالك اذا يدرك عندك بوطة او لعندك جبوطات او لعندك كتخلف الضو وكتخلف الماء هنا يا رامشي هما كوانب وكيف يمش فينا في الاول كان زيرو في الاول كان زيرو ولكن حاليا اذا بغت يجي تقيد ما بقاش زيرو ولا اخر حاجة هي عشرين درام تقريبا مهم صلحوا لي في الكومنتين اخر حاجة هي عشرين درهم من غيرها ما عندكش حق تعمر شي حاجة من عشرين درهم من فوق يعني هنا رحنا كنت هاملو مع واحد التكنولوجيا رحنا كنت هاملوش مع اي كتابة رادك شي غا يمشي وغا يتراجع وغا يرجعلك كيف مدبع حاليا ولينا كنشوفو ان المراجعة ولا تكتخذ واحد الوقت اللي كبير من بعد في الاول ما تكتخذ واحد تمني ايام والعشر ايام حاليا ولا تتخذ وقت كبير تقريبا تلخمسة تصل يوم لان بذاب وكي لماذا ما نشهر ناشو عنده قيد المراجعة الثابع سنة هو الله اعلم وهنا ما ننفحكمش تديرو واحد الحاجة وراه قيد المراجعة ما تديروش ما تديروش الالغاء ديانو ما تديروش الالغاء لانكم لمشي درتو الالغاء رتماكين هادك شوقا رمكيش الاطلاح ديانو حاليا حاليا رمكيش حاليا شوفوا حاليا خوضوا العبرة غير من تحيين كل واقل سبعتاش اليوم سبعتاش اليوم تمانتاش اليوم عشر ايام عشرين يوم هدا غير تحيين بعد المرتي يخد شهر اما لمشي درسيتش طيب شنو غدير اجزا ما يفكوك اغا تبغي تشجل من اول جديد خذك تاخذوا واحد الوقت لهذا ما تديروش طيب ما تتصرعوش لانه كين تحيين ولا ربما الايام القادمة تكون اشياء جديدة ولينا حاليا كنشوفوا الاكترية اللي كانوا مستفدين فابور انهم داذوا انهم الام والشامل انهم يخلصوا وهنايا كين واحد حل بالنسبة الناس ليفرضوا واحد او جوج افراد وملقوا شي واحد انه يدخلوا معاهم بالرغم ذلك عندهم شي واحد في الاسرة انه عنده التغطية الصحية عنده لا ثناثيث وكيتخلص على ولاده وكيتخلص على مراته هادي واحد النقطة اللي هي مهمة بالنسبة لك انت او انت انتو ما جوج في الاسرة هنا المؤسسي جاكم طالع وخصكم ما تدخلوا معاكم ولكن ما لقيت واحد يدخلوا معاكم وبنفس شي عندك مثلا واحد خوك خوك او اختك وعندها واحد ثلاثة الولاد او اربعات الولاد او جوج اولاد وانتو ما فطار جوج هنا وخاء ان الراجل انه كيتخلص على ولاده وكيتخلص على مراته ضروري يمكنك انك يدخلوا معاكم تختك ولادها هنا غادي هبط لكم غير المؤشر ولكن دوك الدراري غادي هبط لكم غير المؤشر ولكن دوك الدراري هنا هالطريقة اللي غادي هبطوا لكم غير المؤشر شكرا